ديفيد كيركا باتريك ديفيد كيركا باتريك ده واحد من العملاء اللي شغالين لحساب الاخوان واحنا عارفين هذا الكلام يعني منذ فترة طويلة وتكلمنا عنه شخصه وتكلمنا عنه هو ده الولد وشوفنا عياله حتى ومراته وجبناها في في مواضع اخرى بيوري الاخوان من الارهاب زي ما نشرت صحيفة النيوت طائرز الامريكية تقريرا لباتريك بيقول انه على ادارة امريكية ان تبين بدليل ان جامعة الاخوان المسلمين تقوم بنشاط ارهابي يهدد الولايات المتحدة او مصالحة بيقول لهم عبر نيويورك تايمز او واشنطن بوست بيقول لهم لو انتوا بقول امريكا عايزين تدرجوهم كمنظمة ارهابية هاتوا دليل انه كان ده زي الولايات المتحدة هما بيعملوش حاجة ضد الولايات المتحدة هما بيعملوش حاجة ضد الولايات المتحدة وضد مصالح يعني هو زي عمر دراج برضو زي الدب بيقول انتو بتقوله الارهابيين وخطر على الامن القوم طيب هم عملو لكو ايه يعني هو الولد بيقول لهم هم عملو ايه الامريكا ما قزوش امريكا في حاجة ما هددوش مصالح امريكا دايما واقفين مع مصالح امريكا وفي علاقات بينك وبينه يعني هو باتريك فضح التنظيم لما يقول لامريكا ده هم معاك وانتو بتصنفوه مرهابين ليه ما عملو لكوش حاجة زي بريطانيا تقول يا عم هم معندي وفي حضني فبالتالي مش هيقرسوني ده القصة ده الموضوع وقال انو وكالات مكافحة الارهاب يجب ان تقدم ادلة مكتوبة ويجب على وزير خارجية التشاور مع المدعي العام وزير الخزانة قبل اصدار قرار وسيكون امام الكونجرس سبعة بيع بالولد هيموت عشان الاخوان لانه لو صنفت الاخوان جماعة الارهابية هذا الصحفي لن يكتب مرة اخرى لانه ممول وبيبض من الاخوان بشكل مستمر عن طريق التمويل القطري في مركز البحوث اللي شغل فيه اضاف انو الخبراء الذين يعتبرون جماعة الاخوان شريرة يقولون انهم لم يروا ادلة كافية لاقناع المحكمة بانها جماعة ارهابية قال جوناثان شانزر من مؤسسة الدفاع عن ديمقراطية التي كثيرا ما تنتقد جماعة الاخوان المسلمين ان السعوديين والاماراتين والمصريين يفهمون خصوصية النظام الامريكي من جانبي توقع عمر دراج المسؤول السابق في حكومة مرسي والموجود الان في المنفى في اسطنبول على حد زعمهم ان تنتهي قضية قضائية اذا رفع الاخوان بهزيمة ترامب ده الكلام الموجود في نيويورك تايمز بيقول انه يقول مؤرخون انه لم يكن هناك دليل منذ ذلك الحين بيقول واكد ان حسن البناء ده الولد الباتريك بيقول واكد ان حسن البناء مؤسس الاخوان شجب مرتكبي كل من تورط في اعمال عنف في الاربعينيات وقال انهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين ياخد كسف على دمك ده انتو عندكش دم والله لما حسن البناء قتلوا الخزندار فرح قال ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين فخلصوا منه حسن البناء كمان ده الرواية الاخوانا تم في الوقت اخوانا تانية كتير جدا تبقيت الكلام تبقيت الاعترافات تبقيت الاعترافات احمد السكري يعني انا يعني بقيت الاعترافات ايه اللي موجودة واحمد عن الكمال وعلى عشماوي الاعترافات دي ايه يعني الناس دي هو قال كتب مقال ليسوا اخوانا ليسوا مسلمين تبرق بينهم والاخوان قاله كان عارف وهو قال عايزين نموت عبد الناصر وهو قال يعني كل هذا كلام مسجل هو طالما رجعنا للتاريخ تاني الولد بيقول ده حسن البناء كان فيه عملية وتبرق منه يعني هو ناخد احنا بالمقال وخلاص نقول ان ده بريئين منه بيقول يقول المؤرخون انه لم يكن هناك دليل منذ ذلك الحين من ساعة حسن البناء متكلم على ان جماعة الاخوان المسلمين المصرية كمنظمة قد تورطت في اعمال عنف واضافة صنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين عنها منظمة ارهابية واتهمتها بشكل روتيني بانها تقف وراء الهجمات ارهابية ونفت جماعة الاخوان اي تورط لها في ذلك وهي لما تنفي ما كل الناس بتنفي يعني احنا عندنا دلائل لا تقبل الجدل ولا تقبل الشك عندنا نظام قضائي اقدم من امريكا بقول تاني انه الصورة الحالية الصورة الموجودة حاليا كافية لكن احنا بنغوص في الصور الماضية بنرجع للماضي وبنشوف وهنعلن هذا الكلام هذا الكلام انه الاخوان في منشأها ومبدأها وتحركها وسيرها حتى هذه اللحظة لم تكن تعرف الا الدموية والا الارهاب